سيبك من الأرقام يعني سيبك من الـ 120 والـ 185 والـ 86 والـ 79 مليون يورو في الأندية اللي حضراتكم شفتوها تتكلموا طبعاً على عندها من أجبر أندية أوروبا وتتكلموا على ثلاث دوريات تحديداً في منتهى القوة بنتكلم على الدوري الأسباني برشونة وريال هم في المقدمة والصدارة رغم أنه برشونة بعيد بقاله زمن يعني بقاله زمن طويل بعيد عن المنافسة وبعيد عن الصورة برشونة يعاني يمكن لأكتر من حوالي يمكن دخلين في عشر سنين تقريباً ورغم كده هو الثاني من حيث عوائد بيع التيشرتات بتاعته الـ City حد يقدر يختلف على قيمة الـ City في سنوات الأخيرة على مستوى أنجلترا وعلى مستوى أوروبا ورغم كده منشستر يونيتد اللي غاب عن التتويج وغاب عن البطولات بقاله سنين وسنين طويلة بيسبق منشستر الـ City في القيمة الخاصة أو العوائد الخاصة بالتيشرت بتاعته ليه؟ اسأل نفسك ليه ودي جزيلة مني بعيداً عن الأرقام هي فكرة الشعبية والجمهرية هنا الرعاية والشركات بتسعى للدعاية وإعلان منتجاتها سواء كانت شركات ملابس أو حتى ببرندات تانية ما لاش علاقة بريادة كورت القدم بتراهن على القاعدة الجمهرية وقاعدة الشعبية بصرف النظر عن طبعاً النجاح والبطولات واحد من المعايير المهمة جداً لكن هو في النهاية يهمه الانتشار يهمه تحيي الأرباح فكرة الشراكة مش بهدف الدعاية والإعلان والترويج بس للإسم لكن كمان من وراها لازم يبقى فيه حصيلة أرباح وده بيحصلش غير مع الأندية اللي عندها قاعدة شعبية مش بس في إنجلترا وأسبانيا وفرنسا زي البي أجي ما تزال القائمة رغم أنه برضو الحقيقة ببي أجي يعاني واستمرت معاناتهم بارح بعد الخروج أمام روسيا دورتموند ولينا وقفة وكلم طبعاً عن الشامبيونز ديج لكن هي الفكرة فكرة المصلحة المتبادلة التعاون المشترك الذي يؤدي إلى المنفعة المتبادلة أو المنفعة المشتركة سواء بين الراعي وبين الكيان اللي هو بيربط اسمه بي يمكن حد يتطعز أو يفهم حاجة طيب خليني الأول أقول لكم إيه عندنا النهاردة فيه الأهلي نيوز روم وخصوصاً هيكون لنا وقفة طبعاً مع الأهلي ومؤجلاتهم أبدأ مع حضراتكم بمؤجلات الأهلي إحنا في المرحلة دي كان عندنا أربع مطشوط لعبنا ثلاثة منهم بدأنا بالإسماعيلي ثم جونا ثم مبارح للتحاد السكندري وآخيراً وليس آخيراً طبعاً يوم السبت الجاي نلعب آخر محطة أو آخر مباراة في المحطة دي في الدوري أمام بلدية المحل ثلاث مطشوط منهم خليكم معاه في الحسابات كده عشان هنيجي للأرقام لأنه عندنا حيث بتبرمى شوي ثلاث مطشوط منهم من مطشوط الدور الثاني مباراة واحدة بس اللي هي مطشوط الاتحاد نبارح من مؤجلات الدور الأول كده الأهلي فضله إيه في مؤجلات الدور الأول كده الأهلي فضله خمس مطشوط فضله يلعب مع فاركو مع الداخلية مع طلاع الجيش مع بيراميدز مع مودرن فيوتش يعني الأهلي فضله خمس مباريات طيب مين الفرق اللي قريبة من الأهلي في المنافسة رقميا وحسبيا بصرف النظر عن المستوى العداء لأنه كل شيء وارد دي مطشط الأهلي فارقه الداخلية طلعه على الجيش بيراميدز الزمالك بما أنه الزمالك أو خلينا نقول بيراميدز بما أنه بيراميدز أقرب للأهلي من حيث الأرقام أو النقاط يعني عنده سموحة والأهلي يبقى فيه بيننا وبين بيراميدز مباراة مشتركة ومعجلات الزمالك سيراميكا كليوباترا طلعه على الجيش بلدية المحلة وأعتقد كمان فضل لهم مباراة لأنهم أعتقد لعبه 13 الزمالك ليه أربع مباريات معجلة طيب خليني أستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب الدور الأول وإحنا كنا تكلمنا من حوالي يمكن أسبوع أو عشر تيام قلت لكم مشكلة الموسم وكل موسم العرض المستمر فكرة مين هيلعب أفريقي وإمتى الاتحاد المصري هيبلغ الاتحاد الأفريقي بقوام الأندلة المصرية المشاركة سواء في تشامبيونس ديج دوري أبطال أو في بطولة الكونفيدرالية عندنا إشكالية عنيفة طبعا سيبك من امتداد المواسم لكن هي الفكرة المشكلة بتيجي منين من عدم الوضوح الشفافية قلنا وقلت لحضراتكم هنا في السادسة من عشر تيام أنه صحيح أنه مفترض أنه يتم إبلغة اتحاد الأفريقي في معاد أقصى 30-6 بالأندلة هتلعب بطولات أفريقية لكن قلت لكم أن في تواصل بين اتحاد الكرة المصري وبين الاتحاد الأفريقي أنه يحاولوا يمدوا المعادة اللي ممكن يوصل لـ 30-7 وفي بعض الأوقات فيه احتمالية قايمة وإن كانت بنسبة ضعيفة أنه هنستنى لغاية لما الدور يخلص وندي حسب الرانكنج أو حسب الترتيب الأخير للبطولة ككل دور أول ودور تاني مين هيلعب في بطولة أفريقي هنكتفي بس بلغة اتحاد الأفريقي أنه صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني A و B هيلعبوا دوري أبطال والثالث والرابع هيلعبوا كونفيدرالية نستنى لما الدوري يخلص وده أكيد هيحصل قبل ما بطولة دوري الأبطال تبدأ فنقول لحضراتكم نسكن لكم الأسماء دي ده حل وارد سيناريو وارد ولكنه ممكن يكون أضع في السيناريوات السؤال التاني أو السيناريو التاني أنه يتم التأجيل لحين اتضاح الصورة بشكل كامل لو قدرنا أن احنا نخلص الدوري قبل 15-8 وده طبعا سيناريو أيضا شبه مستحيل اللي متفق عليه أنه إيه الخناعة اللي حصلة بين M-P وبين المصر الوقت إيه وقلت لكم أنه ده هيحصل ولسه فيه خناعات تانية هتحصل بس خلينا نقول أنه ده جدول الدوري مش لغاية المحطة اللي احنا فيها الوقت ده جدول الدوري بتاعة الدور الأول ده الأندية للعبة مباريات الدور الأول تعالوا نبصوا مع حضراتكم كده بالأرقام بيرامتز في المركز الأول لعب 15 مباراة ليه مباراتين معجلتين زي ما قلت لكم مع اسموحة فاضلوا اسموحة والأهلي عنده 32 نقطة ده معناه أنه بيرامتز لو كسب المطشين دول لقدر الله يوصل 38 نقطة مش لقدر الله عشان بكرهم بس لقدر الله عشان فيه مطش فيهم مع الأهلي يعني طيب أمبي والمصري تاني وتالت الاتنين عندهم 28 بونت المصري بيقولك مواجهات مباشرة حسب لايحة الكورة بس في النهاية يعني خلينا اتفق أنه أمبي والمصري هم مركز ثاني ومركز ثالث معادة ذلك كل أنديت الدوري برى الحسابات خلاص خلصت مطشطها أول اللي لي مع مطشط مؤجلة مش ممكن يوصل للرقم اللي حققه أمبي والمصري وهو 28 نقطة مين اللي ممكن يوصل الأهلي والزمالك فأمبي والمصري اعتبروا أن الأهلي والزمالك رجبوا في جدول الترتيب أو دخلوا ضمن الثلاثة الأوائل يبقى فاضل مكان واحد مين اللي ياخده هي دي الخنائق أمبي اللي ياخده ولا المصري اللي ياخده كل واحد متمسك بقى حياته في المركز الرابع وبالتالي حقياته في المشاركة في الكونفدرالية طيب تعالوا نشوف موقف الأهلي والزمالك حسبيا يعني لو بيكلم ورع أو ألم أنا بقول له حيات ممكن جداً أمبي والمصري يلعبوا دوري أبطال ويلعبوا كونفدرالية ليه؟ لأنه الأهلي النهاردة لما بص على الأهلي في المركز الخامس لعب 12 مباراة فاضلوا 5 مباريات عنده 24 نقطة أنا بكلم حسابية ده طبعا سيناريو إن شاء الله لقدر له ما يحصلش يعني بس الأهلي لو خسل كل مطشاته أو كسب مطشة واحد من 5 مؤجلات ده معنى أنه ما يوصلش أساساً لمشاركة في بطولة من بطولة اتحاد الأفريقي الزمالك نفس الحكاية وإن كان ده طبعا سيناريو مستحيل لأنه بإذن الله لأهلي هيكسب الخمس مطشات طب الزمالك قصته إيه؟ الزمالك لعب 13 مطش من أصل 17 مباراة يعني ليه 4 مطشات مؤجلة رصيده كام؟ رصيده 21 نقطة طيب نفترض أنه الزمالك في الـ 4 مطشات دول محتاج منهم كام بونت؟ محتاج منهم على أقل على أقل 8 مطش عشان يركب أو يطلع فوق في الترتيب عن المصري أو يفرق في الترتيب عن المصري وإنبي فبالتالي يضمن ليه مقعد مشاركة في البطولات الأفريقية اللي غالبا هيكون كونفدرالية غالبا ده لو نجح في أن يوصل للـ 8 مطش طب ماذا لو تعاد أو كسب الزمالك مباراتين وخسر مباراتين ده معناه أنه الترتيب في الأربعة الأوائل أين كان بقى المركز إيه؟ بس الأربعة الأوائل في الحالة دي هيكونوا الأهلي بيرامدز أمبي المصري رتبهم زي ما أنت عايز بقى رتبهم زي ما أنت عايز لو الزمالك كسب مباراة وتعدل 3 مطشات يعني هياخد 6 بونت يوصل 27 بونت برضو بره أفريقي طيب ماذا لو بقى وده اللي بسأله وده السؤال التاني اللي بقوله حقاكم ماذا لو أنه جدول الترتيب في نهاية الدوري اختلف تماما عن الأربع مركز الأولى دول يعني مين قريب؟ ZFC قريب جدا مركز سادس مين قريب كليوباترا مين قريب الجونة مين قريب سموحة كل دي فرق قريبة بتتكلم في فرق 4 5 6 بونت بينها وبين أصحاب المركز الأربعة الأولى لو حصلت الريمونتادة ودخل فريق منهم في المربع الذهبي في بطولة الدوري وانت اتفقت مع الاتحاد الأفريقي أنها تستلم مني أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بعد انتهاء بطولة الدوري هتتخنق مع مين ولا مين أجماعة في حاجات لابد أنها تحسن بشكل قاطع وواضح في كل أنواع الشفافية والوضوح بالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية من قبل دي وان في المسابقة احنا كل سنة كل سنة بنجيب العدادة ونجيب الألال حزبة ونجيب الورق ونقعد نفكر ونعمل حسابات ونعمل افتراضات ونعمل ونشوف مين هيعمل ونسمع خنائات ونس الصدم ببعض وشوحنة سلبية وخنائات في الدوري المصري دي مش كورة أو دي مش مسابقة الحقيقة أنت بتكلم على تنظيم أهم وأكبر بطولة محلية على مستوى مصر بنقول عنها أنها واحدة من أقوى الدوريات العربية وبلا شك يمكن تكون أقوى دوري على مستوى أفريقي مش ممكن أبدا تتنظم ولا تضارب الشكل ده نعرف طبعا السيد أحمد دياب قال إن إحنا هنقعد وهنتم منقشة الاقتراحات المطروحة فيما يتعلق بمسابقة الموسم اللي جاي عشان القصة الحقيقة كلها عكف حك تتكلم على موسم انتقالات فاشل لا تقدر تتعاقد فيما على عيبة أنت عائزها ولا تقدر تبيع فيه وتسوق لعبتك للخارج لأنه أنت لما بتخلص الموسم بتاعك بيكون تقريبا أغلب العالم خلص المواسم خلص البطولات بتاعته وعمل المركات وبتاعه وبيع اللي بيعه واشترى اللي اشتراه وبدأ بالفعل معسكر العدد للموسم الجديد وانت لسه هنا بتبقى بتكمل بتجري عشان تكمل بقية الموسم بتاعك مشاكل في انتقالات اللاعبين ومشاكل في انتقالات الأجهزة الفنية ومشاكل في التعاقدات ومشاكل في بيع وتسويق اللاعبين ومشاكل في التأهل البطولات الأفريقية ومشاكل بين الأندية وبعضها البعض ومشاكل في تسويق البطولة مشاكل 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 نفس السيناريو ده أنا ممكن أجيب لحضراتكم عندنا من المكتبة الحلقة دي والكلمة اللي أنا بقوله ده قيلوا قبل كده تقريباً 3 أو 4 مرات هي هي نفس القصة